من رحم الله ينضم إليه دكتور رمزي عود الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال سيد رمزي تحياتي إليك من شاشة القاهرة الإخبارية بداية أريد أن أعرف هل سيتخذ الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال إجراءات معينة أو ترتيبات خاصة لتشكيع الحريديم على الانخراط في الجيش والتجنيد حيث أن جميعنا نعرف أن الحريديم لديهم متطلبات خاصة منها عدم الاختلاط مع الإناثة يوم السبت كما أيضا توفير طعام معين وخاص لهم وأيضا عدم فعل أي شيء في يوم السبت يعني أعتقد أنه قرار الجيش الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء الحريديم جاء إنعكاسا وتلبية لقرار معكمة العدم الإسرائيلية أساسا اللي بيقضي بأنه عدم تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي هو مخالفة القانون الأساسي الإسرائيلي وأنه يجب أن يكون هناك مسواة في التعامل بالضرورة الجيش الإسرائيلي اتخذ قطوة في استدعاء ألف عنصر من عناصر الحريديم أو اليهود المتدينين ويتوقع أنه خلال هذا الشهر أو مع بداية الشهر القادم يتم استدعاء حوالي تلاف كمسمائة يعني أيضا عنصر من عناصر الحريديم أود أن أقول الحريديم كيهود متدينين هم لديهم مصلحة أنهم طلعوا بمدارسة الدينية أساسا في إسرائيل لديهم مصلحة في عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي عدة مصالح أهمها أنهم توقف رواتب مرتفع لحد كبير بدون أن يبذلوا أي جهد لا يعملوا لا يدخلوا في الجيش يعتقدون أنه الله استطفاهم من أجل الدعوة لدولة إسرائيل الدعوة لشعب إسرائيل من أجل أن يستمر وبالتالي هم يفسرون ويروجون أيضا أنه من ناحية دينية لهم وظيفة مهمة في المجتمع أهم وظيفة هي مباركة دولة إسرائيل والصلاة لدولة إسرائيل وأن هذه الوظيفة لا أحد يستطيع أن ينفذها غيرهم لذلك هم يتقاضون رواتب يتزوجون حتى أولادهم يحصلون على أموال إلى آخرين النقطة المهمة التي أثرتها مهمة جدا لأنه اليوم تم استدعاء ألف يوم الأحد سوف يدخل أعتقد أنه جيش الإسرائيلي سوف يقوم أيضا بتنفيذ بعض أو بتقديم لهم بعض المزايا في هذا الموضوع من ضمن أن يكون لديهم العمل يوم السبت إلا باستثناء لأنه عندهم يوم السبت مقدس يعني لا يمكن العمل فيه حتى لا يمكن تنفيذ أي شيء الخروج من البيت لا يمكن أيضا يمكن أن يقدم لهم طعام الحلال هذا الطعام الحلال مهم بالنسبة لليهود المتدينين يعني هناك بعض الامتيازات تصل الذكور عن الإناث سوف يقدم يعني الجيش مضطر أنه يقدم هذه القدمات أو هذه الامتيازات لهم لأنه انطلاقا من عنصر أنه يجب الحفاظ على الأمور الدينية لفئة معينة من الجيش الإسرائيلي هناك عناصر كثيرة في الجيش الإسرائيلي متدينين ويرتدون القبعة اليهودية ويقومون بالصلاة وهم منسجمين في ذلك والجيش يقدم لهم بعض الأعمال التي تشجعهم لكن هذه الفئة فئة طلاب المدارس الدينية هم متشددين كما قل متشددين بشكل كبير جدا ويحصلون على امتيازات من الدولة هذا الامتياز بدون أن يقوموا بأي عمل فقط الصلاة والذهاب إلى الكنس للصلاة هذه الوظيفة لماذا يعرضون أنفسهم للخطر والموت لماذا يخدمون في الدولة في أي وظيفة وهم يعتقدون أيديولوجيا وماديا على وظيفتهم فقط الدعوة لإسرائيل سيد رمزي هم أيضا لا يختلطون بالنساء هل تتوقع أن يكون لهم وجود معين أو مميز داخل الجيش بمعنى أن يكون لهم كتائب أو ألوية معينة للحريديم أم أنهم سينخرطون في سائر الأسلحة والدوائر داخل جيش الاحتلال يعني ألوية لا أعتقد لأنه حتى الآن ممكن يكون الكتيبة معينة ومجموعة من الكتائب لأنه عددهم مفدود حتى يعني منذهم قاتلين أكثر من 300-500 منصر من عناصرهم هذا العام على الأقل هذا العام هاي نقطة النقطة الثانية فيه جزء كثير من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي من الحريديم يعني بالعكس الحريديم خلال العشر سنوات الماضية فطأوا شوط كبير في الوصول إلى مراكز حساسة في جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت هذه المراكز حكرا على الأشكنازة واليهود الغربيين اليوم اليهود الحريديم واصلين في مؤسسة الجيش وفي مؤسسة القضاء وفي المؤسسات المدنية المسألة هي فقط متعلقة على طلاب المعاهد الدينية هؤلاء عادة شباب صغار متشددين دينيا يرغبون بتطبيق كافة التعليم التوراتية موضوع فصل الإناث عن الدكور في الجيش أنا حتى الآن لم أرى أي كتيبة من كل كتاب الجيش الإسرائيلي نشاهدها فيها فصل في هذا الموضوع لكن يمكن الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن يقوم بعمل كتيبة صغيرة لهم لكن ليس في الوقت الحاضر لأن هؤلاء سوف يعني يوزعون حسب حسب اختصاصاتهم حسب قدراتهم حسب يعني من ناحية عسكرية هناك منهم بارعين في الهندسة في التكنولوجيا هناك يمكن أن يتم تجنيدهم في الضفة الغربية على الحواجز العسكرية يتقنون اللغة العربية لآخرة هناك من يستطيع أن يخدم في الوحدة 8200 اللي هي الوحدة التكنولوجية تالي عمليا عمليا وعسكريا من الأفضل لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن يفرزهم على كتائب وألوية الجيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة أنه بحاجة في الوقت الحاضر لذلك وهو في تلك جبهات عسكرية مباشرة اليوم في غزة وفي الجبهة الشمالية وفي الضفة الغزية وليس نوع من الرفاه في الوقت الحاضر بالنسبة للجيش الاحتلال أن يستدعي هؤلاء يعني ليس منطلاقا حتى من قضية المساواة بين جميع المواطنين كما تحدث إسرائيل وكما تقول محكمة العدل الإسرائيلية هو رغبة وإرادة واحتياج من جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يجند أكبر عدد من المواطنين بين قسين والإسرائيليين في جيشه لأنه هو يفتح جبهات مختلفة ويطلب غزة العدوان على غزة أثبت أنه من الصعب عليه أن يستطيع تجنيد كل جيش الاحتياط لديه وهو يحتاج أكثر وأكثر من عنصر من علاصر الجيش ماذا بشأن كبار الحاكمات سيد رمزي ماذا بشأن كبار الحاكمات الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية والذين تعلو أصواتهم بالدعوة إلى رفض التجنيد ليس فقط ذلك بل تمزيق أوامر الاستدعاء يعني هذا سوف يسبد مشكلة طبعا خاصة أنه في حزبين من الأحزاب دينية مشكلة لإتلاف الحكومي الإسرائيل للإتلاف اليميني وهذه الأحزاب اليمينية ترفض بشكل قاطع تجنيد رجال الدين الإسرائيليين اليهود أو طلاب بالمعاهد الدينية وأعتقد أنه يمكن أن نتطور هذا الوضع إلى خلاف وربما انشقاق داخل الحكومة الإسرائيلية حتى الآن التجنيد هو فقط لطلاب لكن يمكن أن يتوسع وبالتالي هم حخمات هذه يكشون أن يطالهم الأمر في معظم إسرائيل خاصة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هناك مستوطنات لرجال الدين أصلا ورجال الدين لهم دور وأهمية كبيرة أكثر من 20% أو 22% من المجتمع الإسرائيلي يصنفون أنهم متدينين جدا إذن أنت تتوقع أننا على موعد من صدام واحتجاج جديد في تل لذيف بسبب هذا القانون وبسبب تنفيذ هذا التجنيد وربما أكثر ربما يحدث نوع من الانشقاق الحزبي لأن هذا الموضوع له تدعيات حزبية في حكومة الانتلاف إلا إذا قام نتنياهو كالمعتاد باعتبار أن هذا القرار قرار إداري من محكمة العدل الدولية من محكمة العدل الإسرائيلية وأنه هناك فرصة للاستيناف واستدعاء هؤلاء يمكن أن يحدث ذلك هل التجنيد الإكباري الآن للحريديم يعني أو يشير إلى امتداد أو إلى طول أمد الحرب في غزة؟ يعني أعتقد أنه هم مدركين تماما أن الحرب لن تنتهي في قطاع غزة خلال هذه الفطر القصير هم يقولون ذلك هم يقولون أننا نحن في حرب مفتوحة قد تستمر خمس سنوات أيضا الجبهة الشمالية مقلقة جدا لهم وهم يدركون تماما أن حزب الله لا يمكن لهم أن يحتووا خطره على إسرائيل إلا من خلال اشتباك مسلح أجلا أم عاجلا أو اشتباكات أو حرب لذلك طبعا اليوم المجتمع الإسرائيلي أصبح مجتمع معسكر عسكري والمؤسسة العسكرية هي المؤسسة الأهم بالنسبة للإسرائيليين لأنهم في حالة عدوان اعتداء كامل على كل الدول العربية وعلى الشعب الفلسطيني ولهذا طبعا هم يرغبون باستدعاء كل المواطنين الإسرائيليين في سن التجنيد وأنت تدرك أن الإسرائيليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي يجند الأشخاص بعد الثلاث سنوات أو سنتين تجنيد الجباري كل سنة شهر حتى سن الخمسة واربعين أعتقد يعني بمعنى كل الإسرائيليين غالبية الإسرائيليين يحملون السلاح في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجندين أو مجندين احتياط اليوم اللي بقود المعارك في غزة غالبيتهم جنوب الاحتياط غالبيت الكتائب جنوب الاحتياط بمعنى هؤلاء الذين عنهوا التجنيد العسكري وذهبوا لأماكن عملهم ريل تعاني من هذه الإشكالية في حرب غزة لأن أطول حرب خاضتها إسرائيل نعم دكتور حتى هنا غير المغندين هم أيضا من مستوطنين أيضا هم الآخرين يحملون الأسلحة سواء كانوا في الجيش أم كانوا مدنيين خارج قوات الجيش صحيح المستوطنين قضية أخرى المستوطنين في القانون الدولي يصنفون ميليشيا مسلحة نعم وبالتالي لا تنطبق عليهم قواعد اتفاقية جنين هم قواعد خارج يعني هم خارج القانون الدولي نعم نظرا لديقة الوقت سيد رمزي يعني نظرا لديقة الوقت فعلا قد وصلت الصورة بشكل جيد ولكن أشكرك على أي حال دكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر